بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم في صفحتكم صفحة هيكل اكاديمي ومع فيديو جديد في كورس الاي تي اه فاونديشن اه هنتكلم النهاردة عن شغلانة يعني هي مشهورة او يمكن بتختلط اه على كثير من الناس يعني ايه وظيفتها او الرجل ده بيعمل ايه فيها اللي هي الاي تي هيلب ديسك اه في شغلانة كده او فيه تايتل اللي هو اسمه الهيلب ديسك اه ده ببقى موجود في كتير من الشركات او يعني اه زي مسلا البنوك او زي الشركات الكبيرة لان الفكرة ان انت عندك اي شركة تمام اكيد فيها ناس مسلا محزبين فيها ناس بتوع فيها ناس بتوع ماركتنج الناس دولي عندهم بيسيهات هم بيشتغلوا عليها تابع الشغل تمام سواء بقى كان لاب توب او سواء كان اللي هو اللي هو الكيسة العادية المهم ان هي الناس الافراد بتوع الشركة بيشتغلوا على الكلام ده الناس دولي ما هماش بتوع يعني مسلا راجل بتاع تمام هو مش بتاع يعني هو ما يعرفش بقى يعني ايه نتورك ويعني ايه مايكروسوفت وهو يدوبك اخر ان هو يفتح الجهاز اللي هو عاوزها بيشتغل عليها يبعت ميل يستقبل ميل مش عارف ايه الكلام ده كله كذلك الكلام ده ينطبق طبعا على المديرين تمام وخاصة بقى اللي هم الناس اللي سنهم كبير اوى يعني تمام اللي هو خمسين بقى وخمسة وخمسين اللي هو اصلا كانت بالنسبة للتقنية دي اه مش موجودة يعني ايه ما كان بيشتغل كان بقى بيشتغل بالورقة والختمة حاج سيد والكلام ده كله تمام والماركتنج تمام كل الاقسام دي هتلاقي ان فيها ناس موجودين تمام بيشتغلوا على اجهزة تبع الشغل بتاعهم ولكن ما هماش لديه او يعني ما عندهمش اي خبرة في الكلام بتاع الاي دي والكلام ده كله فالطبيعي ان الناس دي يواجهها مشاكل وطالما الناس دي بيواجهها مشاكل الطبيعي ان هو يكون في واحد يساعد الناس دي تمام الراجل اللي بيساعد الناس دي ما هواش يعني مثلا ايه مقدرش يجيب واحد بتاع يونيكس يقعد يساعد الناس دي تمام لان هم اصلا ما بيشتغلوش على اجهزة ولا كزلك واحد بتاع لينكس لان برضو قلمة لما تلاقي واحد فيهم شغال هو اصلا دوبك عارف الويندوز بالعافية. يعني هو دوبك عارف شوية ويندوز على شوية وخلاص. فهتيجي انت بقى تشغله هو اصلا معرفش الكلام ده كله. تمام? فعشان كده تلاقي ان هو معظم الناس دي بتشتغل تمام? فاذا هم محتاجين واحد يسعيدهم ان هو لما يحتاج مسلا يرسد باسورد لما يحتاج يعمل الكلام ده كله يلاقي واحد يتصل عليه وقول لان عده مشكلة في الجهاز بتاعي كزا 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 او عاوز اعمل واحد اتنين تلاتة فهو يقول له تفضل اعمل واحد اتنين تلاتة. تمام? في معظم الاحيان الكلام ده ببقى عن طريق تمام? يعني ايه? يعني معناها ان هو يبقى فيه سيرفر تمام? بوجود عليه السيستم. السيستم ده الراجل اللي هو مسلا بتاع الماركتنج يقدر يخش عليه ويفتح تيكت معه يعني هو مسلا عنده مشكلة معينة يقوم الراجل بتاع الماركتنج داخل على تيكت على تيكتنج سيستم يعني هاي طبعا بتبقى من بتبقى من يعني من خلال بتاعك او المتصفح يكتب مسلا يقول له بتاعتي كزا 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 ويسيب تيكت تمام? حضرتك بقى كراجل بتاع تخش على تشوف ان الراجل ده عنده مشكلة تحلها له وبعد ما تحلها له تبقى المشكلة طبعا ده مهم جدا يعني ده ببقى مهم وخاصة في الشركات الكبيرة اللي تحب ايه مشاكل بتاعتها وكزلك ده برضو مهم للراجل تمام او عشان يثبت ان هو بشتغل لان انت كراجل بتاع ايه اللي يثبت ان انت تشتغل ان انت بتحل للناس اللي عندهم مشاكل طبعا? فدي اول مهارة من المهارات اللي انت لازم تتعلمها اللي هي طبعا في بقى كتير في بعضها منها في بعضها منها بيبقى يعني انا اعتقد ان هي مش مشكلة كبيرة لان الانترفيز بتاعت ده بتبقى سواء ليك او للراجل اللي بيفتح التكت ولكن فكرة لازم تبقى عندك ان هو آآ يعني تعرف احنا كمصريين مسلا ببقى عندنا العشم وكيلنا اوي يعني ممكن انت بتبقى معادي تلقى واحد بقول لك طب بنبي تعالي اعمل لي المشكلة دي قوله لأ افتح تكت تمام لان التكت ده هو الدليل ان انت بتشتغل وكزلك هو ممكن يبقى عنده حاجة غلط يجي حد يقول له مين اللي عملك ده اقول لك طب المهندس الفلاني هو اللي عمل لده طب فين التيكت اللي تعمل بها الكلام ده لما تعملش تكت بقى انت كده تضريت نفسك في الشغل فالشركات الكبيرة المحترمة بتشتغل في الهيب ديسك بنظام التيكتينج سيستم عشان يبقى عنده للآي تي بيعمل ايه وعنده للناس اللي موجودة عنده بتعمل ايه بجانب خبرة التيكتينج سيستم طبعا لازم يكون عندك خبرة في الويندوز كلاينت تمام زي ايه زي انت عندك مثلا الويندوز تين الويندوز ايت الويندوز سيفن واعتقد ان هو يعني قلمة لما تلاقي بقى اللي هي الحاجات القديمة زي الفيستا والاكس بي يعني اكيد ده يعني يبقى ناس ضربهم النار يعني لما يبقى لسه شغلين بالفيستا والاكس بي فلازم بقى عندك خبرة حلوة جدا في دي لان معظم الناس اللي موجودين عندك هتلاقي مشاكلهم في دي وده حاجة تقدر تكتسبها من شهادة اللي هي بتاعت مايكروسوفت تمام انت تتعامل ازاي مع الويندوز كلاينت هي طبعا اا اعتقد ان هي في الغالب هتبقى ويندوز تين تمام لانه ده اخر اصدار من ويندوز ولكن طبعا انت لو اشتغلت تلاتين تقدر تكتسب خبرة تمانية او سبعة بسهولة يعني فده تاني مهارة ان انت تتعامل مع الحاجات دي بشكل محترم وفاهم جدا جدا. تالت حاجة انت عندك اصلا المستخدمين دولي لا يمكن الوسوق فيهم. يعني انت كراجل بتاع اي تي لازم تحرس وتخون. مش تحرس ما تخونش لا ده انت لازم تحرس وتخون. ليه? لان انت عندك الناس بقى اللي هم بتوع السيلز والماركتينج والكلام ده كله اا يعني بصوا مبدئيا اكيد الانترنت في الشركات احسن بكتير من الانترنت عندنا في البيوت. فتوقع دايما ان هو على الاقل لنص الموزفين. بما فيهم حضرتك اه بيداونلود حاجات من على الانترنت. تمام? فالحاجات اللي بتحصل لها داونلود دي ما هممكن تبقى من فيروس? تمام? صح ولا لأ? ده غير ان هو الحاجات اللي بتنزل من على الانترنت دي الناس دي بقى ممكن تحطها على فلاش مسلا يوس بي فلاش ممكن يجيب بقى واحد بقى يعني ايه? شغال بقى يجيب بتاعه بقى تمام? ويشتغل عليه بقى يبدأ يملاه. وانا شفت كده يعني انا شفت ناس مسلا اه قاعدين فضيين يعني مرمش الشغل اوي ويتلاقي واحد بقى متخصص في الافلام. واحد متخصص في الاغاني. واحد متخصص في الاسلاميات. واحد متخصص في ما عرفش ايه. وكل واحد بقى ينزل العلامة زيك وهيتبادله سويا هذه الداتا اللي نزلوها من على الانترنت. فانت توقع دايما كده. تمام? فطولما الامور بالشكل ده يبقى انت لازم تعمل للنتروك بتاعتك. تمام? تعمل للنتروك بتاعتك ازاي? اولا حاجة زي زي ما نفعش تدخل. ما نفعش تدخل طبعا يعني اي واحد هيدخل هفتشه. اقول انت معايك ولا لأ? لأ ما بتتمش الامور كده. ولكن بتتم الامور ان انت تلغي اليو اس بي فلاش. من ان هو يتقري على الاجهزة دي. تمام? يعني انت تقدر يتقدر تخلي كل الاجهزة اللي موجودة عندك في الشركة. اليو اس بي فلاش لما يدخل فيه الجهاز بتاعك ما يتقريش. فيجي ان الالبانات عليه هو اصلا مش هافي اليو اس بي. يعني البورت بتاع اليو اس بي اللي بيحط الفلاشة فيها مش مقري. يحط بقى فلاشة يحط 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 اللي يحطه مش هتقالي. فبالتالي حتى لو هو دون حاجة انت بتمنعه من ان هو يستخدم الفلاش او عشان يشتغل عليه. تمام? طب من ده بتعمل ازاي? بتعمل من سيرفر في الويندوز اسمه تمام? ده عبارة عن سيرفر بيبقى موجود في كده. تمام? ولكن ده السيرفر بتاع اختصاره ايه دي? كل اللي موجودين اللي هي الاجهزة يعني اللي بيشتغل عليها الناس متوصلة ده. تمام? طبعا يعني. تمام? الجهاز ده لما اليوزر يحب يخش عليه او يدخل عليه بيكتب اليوزر نيم والباسورد يقوم واخد اليوزر نيم رايح للعمل هو الراجل ده مسموح ليدخل على الجهاز ده او مسموح له يدخل. وهو بيقول له مسموح بيبعت بيبعت معه حاجة اسمها تمام? او السياسات اللي هتطبق على الراجل ده. يعني يقول له يقدر يعمل ايه على الجهاز ده وما يقدرش يعمل ايه على الجهاز ده. انت بقى ممكن تخنو على الراجل ده ممكن تخليه مسلا ما يقدرش يوصل اليو اس بي فلاش. ممكن تخليه ما يشوفش على الديسك توب الا مايكمبيوتر بس. تمام? يعني الراجل ده ما يقدرش يشوف على الديسك توب الا حاجة معينة. تمام? ممكن بقى تتحكم في الاكسس بتاعه للانترنت تتحكم في كل حاجة عن طريق اللي انت بتحطها على فبالتالي انت كراجل تشغل لازم تعرف ازاي وده برضو تابع كورسات مايكروسوفت تقدر تكتسبها في او اعتقد فيه يعني كورس كمان بعديه كورسين كده اه ممكن بتلاقي فيه تمام بس تابع كورس مايكروسوف يبقى انت كده استفدت ان انت تقدر تعمل لليوزر تمام وخليك رخم يعني دايما لازم يبقى رخم تمام ولا الناس هتاكله ده بص بالزبط عامل زي التاجر اللي هو لو تهاول مع الناس الناس هتضحك عليه وتفتكروا اهبل تمام ولكن برضو ما تخنوش قوي يعني ولكن لازم تضمن ان الشبكة بتاعتك تبقى تحت التحكم تمام فازا احنا اخلصنا من القصة دي اللي هي قصة الفلاش والاكسترنال والكلام ده كله طب قصة الفيروسز بقى نشتغل عليها ازاي بص لازم يبقى عندك طبعا خلفية عن تمام تعرف تزبط بقى وتعرف تزبط بقى والحاجات دي تعرف يعني ايه تسطى بقى ازاي تعرف يعني ايه ايه بتاعت الفيروول بحيس ان انت تمنع الكلام ده لان للاسف لما يكون في شبكات والدنيا مش مزبوطة لو انت عندك في فيروس على جهاز هيروح ينتقل لباقي الاجهزة وبقى انت عندك الشبكة بتاعتك كده كلها انضربت تمامي وبقى انت كده بطيخة ولا ماخصى ما لكش لازم يعني قاعد في المكان والناس بتتحك عليك زي بالزبط حارس واحد وواحد فاعد Rus جراش وسلا والعربيات بتتسرق طب انت قاعد ليه الفايدة اللي انت بتستفادها او للناس بتستفادها وانت اصلا حاجة اللي بتحرصها بتتسرق منك تمام فإزا لازم بيengo عندك خبرة للتيكتينج سيستيم لازم بيه сожалению خبرة بايكروسوف لازم بيه عندك الخبرة بلآكتيف ديريك تотриي لازم بيه عندك خبرة بالانتيفيروس والحاجات الازاي دي كلها تمام بجانب حاجتين كمان كده يعني يبقى موجودين عندك اول حاجة معرفة بالنتورك وده ممكن تغطيها بالسي سي ان ايه لان طبعا لازم تبقى عارف يعني ايه ايه عارف تكونفجر الاي بي ازاي عارف يعني ايه سابنت تمام برضو لك شوية في الرواتر والسويتشات الكلام ده كله لو معاك برضو يبقى مية مية تمام كذلك لو انت عارف شوية في اللينكس يبقى زي الفل تمام لو انت عارف شوية في النتورك وشوية في اللينكس يبقى انت كده مية مية وزي الفل في بعض الناس في بعض الاحيان نطلب مسلا ايه معرفة بالكس تشينج سيرفر الاكس تشينج ده اللي هو الميل سيرفر بتاع اي بتاع اه مايكروسوفت اللي هو بقى تحط على السيرفر تمام وتحط على الكلاينت وبالتالي قدر يسند ويسيف الميل ده برضو موجود جوا كورسات مايكروسوفت تمام وممكن يبقى معاك شوية اللي هي بيسموها صيانة الكمبيوتر تمام اللي هو بقى يعني تفك بقى الكيسة ازاي وعارف يعني ايه رمات عارف يعني ايه سي بيو تعرف تشك تشوف الرمات اشتغلت ولا لأ او شغالة ولا لأ لو عندك هارد ديسك بايز تعرف تفك وهارد ديسك وتركب هارد ديسك جديد الكلام ده كل اللي هو اللي كان بتعمل اه في الانترنت كافيه والسيابر ايام زمان اللي هو بقى واحد ايه ونستول ووندوز وزبط الجهاز بتاعك وينظافه ويعرف يعمل يكون فجرة للنتورك يسطى بالانت فيروس الكلام ده كله هو ده الاي تي هيلب ديسك ولكن بشوية حاجات زيادة بس خلي بالك ان هو برضو الاي تي هيلب ديسك يعني يعرف بس مش متعمق قوي يعني الاي تي هيلب ديسك يعرف نيتورك بس ما هواش حريف نيتورك تمام يعرف لكن ما هواش حريف لينكس يعرف ماكروسوفت بس ما هواش حريف ماكروسوفت تمام لكنه يعرف تمام وان كان ماكروسوفت يعني اعتقد لو هو حريف فيها تريحه كتير تمام فهاي دي القصة بتاعت الاي تي هيلب ديسك واحد يعرف بسي مش للدرجة اللي تخليه ان هو يبقى نيتورك انجينير او انتربرايز نيتورك انجينير او ان هو يبقى لينكس لان في فرق لما انت تبقى عارف شوية تشتغل بهم وفيه فرق ما انت تبقى راجل دماغك كلها او دماغك كلها فتاخد بقى الان اي والان بي والاي اي وتبقى اكسبرت وعارف بقى الشبكات لان انت فيه فرق لما تكون فيجر جاهزين في شبكة وفيه فرق لما تكون فيجر اتنين راوتر بيربطوا ما بين دولتين وبعض اكيد طبعا الدماغ اللي لازم تبقى موجودة عندك مختلفة فالاي تي هلب ديسك بزيتها انها شغلنا حلوة بتعلمك حاجات كتير في نفس الوقت يعني وانطلاقة مهمة يعني ممكن بعد كده انت تبني عليها يعني فيه ناس كتير بيشتغلوا وبعد كده بقى ايه بينطلق منها ان هو يتخصص في حاجة وغير كده برضو يعني في الماركت انت لما تتعلم حاجة لو لقيت لها شغلانة وبدأت تجيب فلوس الفلوس ده بتساعدك ان انت تتطور وتقضي اه احتياجاتك يعني اللي جزء منها طبعا الكورسات والتعليم اه والكلام ده كله والامتحانات بقى الدولية والحاجات اللي زي دي كلها اه بالنسبة للسرتيفكات انا قلمة لما شوف حد يعني طالب اه سرتيفكات في الاي تي هلوب تسك انه هو يقول لك مسلا ان انت سرتيفايد اه اي سرتيفايد ام سي سي اي او الكلام ده كله اه ولكن طبعا باختبرك بيقول لك يعني اسئلة في الانترافيو يعرف منها ازا كنت انت عارف الكلام ده كله ولا لا فانت لو انت عاوز تسرتيف تبقى زي الفوليو بقى ده بلس على الشغلانة بتاعتك تبقى سرتيفايد مسلا ماكروسوفت سرتيفايد سي سي ان اي انا واحد من الناس دايما بنصح بالسرتيفكاتشن لان السرتيفكاتشن بترايح عليك كتير في السي في وبترايح عليك كتير في الانترافيويات انت راجل عارف نيتورك او انا سرتيفايد ان اي انت عارف ماكروسوفت او انا سرتيفات ماكروسوفت كزا. بترايح كتير وبتدي ويت للسي في اللي انت بتبعتها. فده كان ملخص راكد عن شغلانة بتبقى مبهمة لكثير من الناس.